كلنا يعلم بأن معظم المواد تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة ولكن هل خطر ببالك لما يطف الجليد على الماء رغم أنه أبرد؟ وما سر درجة الحرارة أربعة مئوية؟ هذا ما سوف نعرفه في هذا الفيديو إن الماء مثل أي مادة مؤلف من جزيئات إن حركة هذه الجزيئات تتأثر بدرجة الحرارة عندما يتم تسخين الماء فإن الحركة الاهتزازية لجزيئاته ستزيد مسببة تمدد الماء عندما تهتز الجزيئات الماء بشكل أسرع ستصطدم بالجزيئات المحيطة مسببة تباعدا وتزايدا بالمسافة بينهم يظهر هذا المخطط كيف يتم تمدد حجم الماء بزيادة درجة الحرارة من أربع درجات مئوية إلى ثمانية عشر درجة مئوية هنا مخطط يظهر زيادة حجم الماء ضمن مجال أكبر من درجات الحرارة بكل الأحوال هناك شذوذ مهم يجب الإشارة إليه عندما تدقق بالمخطط ضمن المجال بين صفر وأربع درجات مئوية ستلاحظ عدم وجود تمدد في الحجم في الحقيقة هناك تقلص طفيف في حجم الماء هذا الأمر ناتج عن خاصية فريدة في الماء كونه ذو كثافة أقل كصلب من كونه سائلا يمكن تفسير هذه الخاصية بالبنية البلورية للجليد عندما يتم تبريد جزيئات الماء ستهتز بشكل أقل وعندما تصل درجة الحرارة إلى التجمد فأن هذه الحركة البطيئة للجزيئات ستؤدي إلى ترابطها مع بعضها البعض عند نقاط محددة منشئة بلورات جليد صلبة ذات شكل بنيوي مميز إن المسافة الكبيرة نسبيا بين جزيئات الماء المتجمد هي السبب الذي يجعل الجليد أكثر حجما من الماء وبالتالي أقل كثافة بتسخين الجليد من الصفر إلى أربع درجات مئوية سيبدأ بالذوبان وحيث أن الذوبان ليس عملية فورية فإن جزيئات الماء المتحولة من الحالة البلورية إلى سائل سينقص حجمها الكلي ولكن من جهة أخرى عندما تمتص جزيئات الماء الحرارة وهي في الحالة السائلة ستكون أكثر فعالية بشكل متزايد مما يزيد الحجم ومع تضاؤل هيمنة بلورات الجليد فإن الناتج المحصل لهتين العمليتين المتضادتين سيكون تناقصا بالحجم الكلي وعندما يصل الماء إلى درجة أربعة مئوية سيحدث التمدد كون معظم بلورات الجليد قد ذابت واهتزاز جزيئات الماء سيزيد مما يؤدي إلى زيادة الحركة وزيادة الحجم إذا عجبك هذا الفيديو أرجى لا تبخل بالضغط على زر العجاب كما يسعدني اشتراكك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلك الإشعارات أولا بأول ترجمة نانسي قنقر